السلام عليكم اسمي عبد المزعقيل موضوع التقرير هو الانترنت protocol address اللي هو الIP version 6 هدنا هنا اول شي شون الانترودكشن او اللي هو شنه هو الIP او what is IP او الانترنت protocol الانترنت protocol address is also known as a IP address it is a numerical label which is assigned to each device connected to a computer network which uses the IP for communication يعني معناه الIP هو فد لابل رقمي موجود تقريبا كل جهاز متصل كل جهاز وموبايل لابتوب حاسب ايشي متصل بالشبكة وان الIP 대ماني Ajmattika الIP شنه جهاز متصل بالشبكة وان الamiroche وان او التحضل بتقريبا one particular network يعني الIP نصر شلون ال افد identifier مجون او الكل من الجهاز حتى شبكة تتعرف من عدم الIP نصران حاً فول محمد ال slavad button رقم كون رح نحكي هسه اللي يقوله هنا ال IP address specify the technical format of the addressing and packet scheme once developing a virtual connection between a destination and a source هسه نجي نحكي عن what is the IP version 6 اللي هو الاخر نسخة هنا ال IP version 6 is the latest version of the internet protocol which identify devices across the internet so they can be located ال IP version 6 هو النسخة الاخيرة من الانترنت protocol حيث ان هنا ال every device that uses the internet is identified through its own IP address in order for internet communication to work in that respect it's just the stress the street address addresses and zip code you need to know in order to mail a letter هنا يعني مفهوم ال IP version 6 انه هو هاي اخر نسخة وموجود باغلب الاجهزة حاليا the previous version IP version 4 uses a 32 bit addressing scheme to support 3.4.3 billion devices which was thought to be enough however the growth of the internet personal computers smartphones and now internet of things devices proves that the world needed more يعني المفهوم هنا انه قبل بالنسخة القديمة او النسخة نستخدمها اللي هي ال IP version 4 كان يستخدم النظام 32 bit اللي هو باعتبار اشلون انه يعني 2 مرفوع ال اس 32 فنقدر نحصل على احتماليات الاقام متكونة من ال IP version 4 تقريبا 4.3 billion devices في حين انه ال IP version 6 يستخدم ال 128 هنا قائلها personally the Internet engineering task force least i E E T F recognized 20 years ago in 1908 glaubw the created the IP version 6 which instead uses 128 bit addressing لتساعدة 340 ترليون أو كما قلت قبل أو 128 قطة إذا أردت إذا أردت من الإيجابات 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 يعني المقصود بهذا الكلام كله أن هاي الـ IETF اللي هي الـ Internet Engineering Task Force عرفت هاي المشكلة أنه بدل ما نستخدم من 32 بيت لازم نحتاج أنه أكثر الأجهزة تحتاج أكثر عنوين أكثر addressing numbers قبل 20 سنة بالـ 1998 لذلك خلوا IPv6 اللي هو على نظام 128 بيت addressing حتى يدعم عدد كل شهائل من الأجهزة اللي هي تقريبا 940 ترليون أو مثل ما قلت قبل 2 مرفوع لس 128 هسنا نجي أنه what are the benefits of IP version 6 benefits شون الفوائد أو فوائد من استخدام الIP version 6 نانا عدنا in its work the IETF include enhancement to the IP version 6 compared with the IP version 4 الIP version 6 protocol can handle packets more efficiently يعني يقدر يهندل أو يتحكم أو يتحكم بالباكتز أكثر كفاءة وإمبروه performance محسنين للأداء وإنكريسيكوريتي محسنين الحماية مع الIP version 6 وإنابلت انترنت سيرفزيز يعني تمكن الخدمات الإنترنت أنه تزود أو تقلل من الحجم مع التابل روتينج شلون انه تخليهم مفيد مور حيروريكل يعني أكثر تدرجا أو شيء يعني هزا هنا عدنا شلون فروقات بين الIP version 6 و الIP version 4 الIP version 6 و الIP version 4 و الفروقات بين الIP version 4 مثل ما قلنا قبل أن الIP version 4 يستخدم 32 bit في حين عدنا الIP version 6 يستخدم 328 bit و الفرق هواي كلش لأنه راح نشوف أنه بال بالIP v4 عدنا 4.3 بليون وهنا عدنا 340 تريليون طبعا هنانا يقول أنه نفس ما قلنا الIP version 4 is a numerical addressing method whereas IP version 6 is an alpha numerical addressing method يعني شل معناته انه الIP الIP 4 خلنا نقول IP 4 حتى للسهولة الIP 4 انه يستخدم هو صحة 32 bit بس ال label multi عبارة عن فد كل رقم مثلا هو من الصفر ل 255 اربع مرات و كل رقم مفصول بنقطة . يعني ما تخلنا نقول 255 .255 .255 .255 .255 هذا الIP 4 وحسب الرقم يعني مثلا اهنا عدنا بالصورة هنا عدنا مثلا عدنا 192.1.0.1.246 بينما بال IP version 6 شي يقول هنا انه الIP version 6 هو مو رقم هو 128 bit صحيح بس مو رقم وانما الفا نمرك يعني رقم وحروف هو هكس يعني هو هكس حالة حالة لهاي بس بال IP version 4 بدان ما نسوي representation بالهكس خاليه بال ومفصول بال فاربع اه اربع خلنا نقول مفهد مراتب اربع مراتب كله بال هنانا لا هكس يعني الفا نمرك فبين الارقام وعدنا الحروف A B C D A E F فعدنا من الصفر تقريبا لل F تقريبا 16 اللي هو النظام الرقم الهكس او الهكس او النظام 16 فهي الربريزنتيشن ما لل IP version 6 فعدنا بعد اه ال IP version 4 offers 12 header fields where IP version 6 offers 8 يعني بال IP 4 عدنا 12 header fields بينما بال IP version 6 عدنا 8 header fields وعدنا بعض الامور اللي هي تخص الفروقات بين بقية الامور ان مثلا IP version 4 uses ARP اللي هي ال address resolution protocol to map to mark address where IP version 6 uses NDB اللي هي neighbor discovery protocol to map to mark address وعدنا 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 الرابعة والاخيرة وعدنا الان idea protocol of neighboring node interaction هاي بعض مع IP version 6 وعدنا هنا سؤال يقول انه ليش ماكو نسخة IP version 5 لانه اساسا قبل اكفت version 4 نسخة رابعة وقبل نسخة سادسة فهنان يقول ليش ماكو نسخة مثلا خامسة فالجواب يكون انه there was an IP version 5 that was also known as the internet stream protocol انه هنا أساسا كان أكو يعني اكن أسخة IP version 5 وكانت معرفة بال internet stream protocol هي ISP ألس – انه يعني اساسا اسب it was designed to connection oriented communication across IP networks with the intent of supporting voice and video it was successful at that task and was used experimentally one shortcoming that undetermined its popular uses was the its 32 bit address scheme. المفهوم انه بدأك ديش الفترة انه نجاح بوقتها ويعني بديش الفترة انه هو نجاح تقريبا. بس المشكلة اللي شانت يعاني من عندها الـ IP version 4 انه كان يستخدم نفس الـ scheme اللي الـ IP version 4 شان يستخدمها يعني نقلنا الـ IP 4 شان يستخدم الـ scheme 32 bit. واللي هي تقريبا 4.3 billion devices possibilities. انها نفس الشي بالـ IP version 5 شان يستخدم نفس الـ scheme صح هو update IP version 4 ونجاح وقتها. بس كانت المشكلة انه يستخدم نفس الـ scheme على الـ IP version 4. The same scheme is used by IP version 4. As a result it had the same problem that IP version 4 had. It limits number of possible IP addresses that led to development and eventual adoption of IP version 6. Even though IP version 5 was never adopted publicly. It has used up to set up the name IP version 4. يعني انه الـ IP version 4. 5 عانى نفس المشاكل اللي شان يعاني من عند الـ IP version 4. قلة تحدد الـ possibility of IP addresses. IP addresses. اللي يخلى انه التطوير. اه الـ development يساوون فد شون فد update الى وكان update كبير انه حوال ما من 32 بيت الى 128 بيت. واللي هو كان نجاح الـ IP version 6. وـ IP version 5 was never adopted publicly. يعني انه محد استخدم بالعامية. تقريبا بلاك الوقت. ويعني تقريبا هي هاي اغلب الامور اللي تخص التقرير او الامور اللي تخص الـ internet protocol address. النسخة السادسة اللي هي الـ IP version 6. وبالاخير المصادر اللي تم استخدام بالاخير. يعني هو بنهاية الفيديو يعني راح ارفق الـ هذا الملف والفيديو وان شاء الله. وشكرا.